زمان من أكتر من 35 سنة اتعرف أبو نورة اللي كان مثقف وفي منصب مرموق على بنتة بسيطة أمية اشتكت له إن أهلها ظلموها وما خلوهاش تتعلم فقرر يتعامل معاها بمنطق الفارس اللي عايز ينقذها من اللي هي فيه وقرر يتجوازها لكن بعد الجواز بدل ما هو يغيرها هي اللي غيرته اتحول بسبب فرق التعليم والثقافة اللي بينهم لشخص همجي بيدرب بيشتم بعد ما اكتشف إنه ما فيش بينه وبين مراته لغة التواصل ولا تفاهم بقيت الشتيمة والضرب جزء من شخصيته مع ابنه الولد وبناته الستة اللي كانت أخرهم نورة بطل القصة حقيقية النهاردة مع الوقت الزوج ده كبر في السن عجز بدري بقى شخص ضعيف بحكم إنه فرق السن بينه وبين مراته اللي خدها صغيرة في السن فرق السن بينهم كبير بدأت الزوجة تستغل عجزه إنه هي اللي بقت مسيطارة تحكمها في البيت عملت ختان لبناتها الخمسة وهم صغيرين أما نورة أخر عنقود سابوها لحد ما بقت فتانية سنوي كانت كل شوية أمها تعيرها إنها مش مختونة وتتهمها إن عدم ختانها أثر على أخلاقها وتربيتها لحد ما ختانتها وهي كبيرة عاشت نورة بجرح نفسي كبير خليها تحس إن خلفة البنات عار وإنها بتتولد بحاجة مش كويسة في جسمها لدرجة إنه نورة وأخوتها بعد الجواز بقوا يدعوا إن كل خلفتهم تكون ولد بعد ما خلفت نورة ولدين وجدت تالت حمل اكتشفت إنها بنت رح تعملت عملية إجهاض ونزلتها مع إنه نورة بتصلي وملتزمة وبتعرف ربنا زي ما هي بتقول لكن ما قدرتش تستحمل إنها تخلف بنت نورة رغم الظروف الصعبة اللي تربت فيها كانت بتحب بابها جدا خصوصا بعد ما سنه عدد 80 بقت حركته محدودة كانت دايما بتاخد ولدها وتروح تقضي جس الصيف معاهم مع باباهم مامتها عشان تبرهم ومع كل زيارة كاب بتشوف قد إيه مامتها بتعامله معاملة صعبة جدا مامتها كاب بتجيب لنورة وعيالها أنضف وأحسن الأكل لكن باباها كاب بتجيب له لوحو مستوردة بتزود اللبن تحط عليه مية لحد ما صحته بقت مهدودة لما لقيت نورة بتحاول إنها يتعاوض باباها عن كل الأكل الوحش اللي بتدهوله بتجيب له فاكهة شوكولاتات والحاجات اللي هو بيحبها منع ببنتها تدخل المطبخ عشان تفضل تديره الأكل الوحش اللي هي عايزة تدهوله من غير ما ترعي سنه ولا مرضه مامت نورة كانت بتتدايق جدا لما تلاقي إن بنتها بتهزر مع باباها وبتعامله كويس لما تجيب له مثلاً مصرحية حلوة في التليفزيون عشان يتفرج عليها كانت بتتعصب عليها تقول لها هاتيله الأخبار خليه تعكن ويتطعز بدل ما يوعد يضحك وتفضل تتخنق معاها تتخنق مع بنتها نورة لحد ما نورة تنفعل عليها وتنهار لغاية ما علاقتهم ببعض بوزط بقيت نورة حيرانة مش عارفة تعمل إيه ولا ترضي مين مش عارفة تأخي ترون رحائط